السلام عليكم أهلا بكم جميعا في حلقة جديدة من حلقات Visual Basic.net في هذه الحلقة سوف نحل التمرين رقم 2 كان عليه 7 نقاط التمرين 2 تابع للامتحان الاستدراكي كانت مدته سعة ونسب السنة الدراسية الجامعية 2011-2012 كلية الإعلام الأعلي مادة مدخل إلى الخوارزميات Algorithmic 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 القطاع 6 الذي أجريه يوم 24 جنوبي 2012 سوف نحل التمرين بلغة Visual Basic.net وبلغة C C++ إذن ماذا يقول التمرين الثاني؟ التمرين الثاني التمرين الثاني إذن هو باللغة الفرنسية وأنا سأترجم للغة العربية إذن أكتب خوارزمية التي تسمح باستخراج باستخراج بالإنجليزية Substring بالفرنسية Social وبالترجمة المباشرة هي سلسلة تحتية يعني نص تحت نص استخرج من نص تحت نص ولكن الترجمة الصحيحة هي استخراج قطعة من نص كامل أو استخراج كلمة من نص كامل أو استخراج عبارة من نص كامل أو من فقرة أوم انطلاقة من نص من نص من سلسلة من سلسلة حروف وذلك ب وذلك ب وذلك ب باعتبار يعني المنطلق أو الانطلاقة الانطلاقة التي منها يبدأ استخراج هذه الكلمة وطول هذه الكلمة المراد استخراجها إذن أكتب حوارزمية التي تأخذ أز أم نمبوت كما تخل كم أنتخي بالفرنسية الدليل الانطلاقة أو حرف الانطلاقة التي سيبدأ بها الـ 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 الكلمة المراد استخراجها وطول هذه الكلمة طول هذه الكلمة يعني نفس الشيء بالنسبة مثلا في الهندسة يعني نقطة وشعاع نقطة وشعاع نقطة وشعاع الشعاع يمتاز ب يمتاز ب المبدأ وطول الذي يمتاز وطول الذي يمتاز نعتبر أنه string أو text أو العبارة النصية المكونة من الحروف سلسلة من الحروف هي كلماتها مفصولة بفارغ واحد إذن هذا المثال ليكون هذا string ليكون هذا النص باللغة العربية باللغة العربية الإعلام الآلي هو علم معالجة ذاتية للمعلومة أو المعالجة الآلية للمعلومة إذن مثلا لما البوزيشن يكون ثمانية إذن الأول index أو index الذي انطلاقا منه يبدأ استخراج substring هو ثمانية وطول النص المراد استخراجه هو خمسة طبعا هنا كلمة استخراج ليس معانتها حفف هذا الكلمة من هذا العبارة فقط يعني استخراج هذا العبارة ومع المحافظة على هيئة initial string التكست واللاشل initial إذن سيكون substring أو الكلمة التي انطلاقتها ثمانية وطولها خمسة هي نحسب 1 2 3 4 5 8 9 8 1 2 3 4 5 6 7 8 أم الحرف أم ثم خمسة 1 2 3 4 5 ماتيك 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 إذن هذه ماتيك ماتيك إذن الـ نفس الشيء تبدأ عند عند الـ آخر حرف من كلمة automatic حرف A بالإنجليزية وتصحب حتى حداش الحرف حداش الحرف تنتهي عند O بالإنجليزية إذن كما ترون هذا الكلمة إذن سوف نحل التمرين بلغة visual basic.net وبلغة C مباشرة هنا نأتي إلى البرنامج نفتح Microsoft Visual Studio نختار template visual basic.net نختار نوع المشروع المشروع من نوع Windows Form Application نعطي للمشروع اسمن ثم نضغط على OK نضيف تكست بوكس إذن هذه الأدوات التي سنحتاجها هذه الأدوات إذن تكست بوكس رقم ثلاثة سيمسك لي دليل الإنتلاقة إذن position position مثلا في هذا المثال الثمانية في هذا المثال الذي بعده 55 إذن تكست بوكس رقم خمسة سيمسك لي طول النص المراد استخراجه تكست بوكس ثلاثة سيمسك لي النص المراد الاستخراج الاستخراج منه إذن مثلا أنا أضفت له هذه الجملة rt qsdfgh 23456456789 ثم النتيجة النتيجة في تكست بوكس رقم أربعة النص المراد الاستخراج منه هو تكست بوكس رقم ستة إذن ونمضيت زرين الزر الأول لديه النص الظاهر هو أوجد باستعمال mid والزر الثاني نصه هو أوجد باستعمال my mid إذن الزر الأول هو يستعمل الدلاء الموجودة في .NET Framework موجودة في DLL التابعة لل visualbasic.NET التي تستند على visualbasic.NET إذن هذه built-in يعني integrable موجودة ضمن .NET للاستعمال جهزة للاستعمال وسنقارنها مع الميد التي سوف نصنعها الميد التي سوف نصنعها مباشرة أوجد باستعمال الميد إذن أسهل حاجة إذن تكست بوكس أربعة .text ما هو؟ تكست بوكس أربعة إذن هو النتيجة تساوي النتيجة تساوي mid ماذا تقول mid . . إذن إيجاد . . انطلاقا من . آخر . له . معرف بالبداية والطول مثل شعاع . . إذن النص الذي أريد الاستخراج منه . هو نص تكست بوكس ستة . إذن تكست بوكس ستة . تكست بوكس ستة . إذن الطول من أين يبدأ الاستخراج . البوزيشن هي القيمة قيمة النص لاحظ معي . قيمة النص التابعة لتكست بوكس ثلاثة . و يتوقف عندها . أي طول . بالانجليزية عند قيمة القيمة النصية قيمة النص لتكست بوكس خمسة إذن مباشرة إلى التنفيذ . مثلا في هذا . مثلا دليل الإنتلاقات سوف نختار مثلا العدد مثلا أربعة . الحرف الذي دليله أربعة وطول النص المراد استخراجه مثلا عاشرة . ونضغط على أوجد . إذن عندما نضغط على الزر أوجد باستعمال . إذن تخرج للعبارة هذه إذن مباشرة بطبيعة الحال من اليسار لليمين بالنسبة لكل التكست بوكس . إذن الدليل الإنتلاقات أربعة نبدأ نحسب . إذن . إذن . ثم يتوقف بعد عشر . بعد عشر أحرف إذن . إنتلاقا من . إنتلاقا من . إذن . إذن . 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 هو نفسه الذي خارج لنا في النتيجة اذا نذهب الى الميد التي سوف نصنعها المطلوب هو الزر الثاني طبعا عدم استعمال الميد التابعة للدوت نيت الفريمورك يجب ان نصنعها بانفسنا اوجد باستعمال ميد نضغط على الزر اذا انا حلت هنا التمرين بطريقة مختلفتين حلت التمرين بطريقتين مختلفتين نذهب الى الطريقة الاولى ونذهب الى تشبه الفنكشن ميد في وظيفتها لاحظ معي ميد التابعة للدوت نيت الفريمورك اذا تكسبوكس ستة تكسبوكس ثلاثة تكسبوكس خمسة في الواسطة الاول الثاني الثالث بنفس الطريقة الفنكشن ميد تأخذ تكسبوكس ستة تكسبوكس ثلاثة تكسبوكس خمسة على الترتيب اذا ما هي الفنكشن ميد اذا نذهب الى الفنكشن ميد اذا الواسطة تأخذ كواسطة اول طبعا public function ميد تأخذ كواسطة الاول initial string لشان لشان primary primary text اذا وتأخذ كواسطة في الواسطة الثانية offset او الانطلاقة وتأخذ distance distance length بالانجليزية طول تحت النص طول النص تحتي او تحت النص او القطعة الملاك استخراجوها وتخرج لنا هذه القطعة اذا ماذا اذا variable collector له قيمة معدومة من نوع string اذا ثم نعمل scanning لسورس string من اول حرف الى اخر حرف بستعمال labbook بالفرنسية labbook for swivel داليلها هو for e او for i بالانجليزية يمسح source string من واحد الى اخر حرف في source string لانه length ماذا ترجع لي ترجع لي طول source string نستطيع استعمال length length او ثلاث احرف من كلمة length او هناك منبر المبر عضو في source string source string النص source string اسمه length نستطيع استعمال هذه العبارة او هذه العبارة نفس الشيء نفس الشيء اذا اذا كان او ا 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 مثلا في العبارة هذه لاحظ معي العبارة العبارة مثلا A Z RT A Z E R T Y A يكون يمسح من الواحد حتى واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة 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 لما مثلا نختار 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 الافسات الافسات يساوي مثلا ثلاثة والديستانس يساوي مثلا ثنين لاحظ معي اذا نبدأ من الحرف ثلاثة ونمسح به حرفين اذا واحد اثنين ثلاثة اذا الاي يبدأ من الاي وينسح باثنين بما فيها يعني الافسات الافسات يعني داخلة في الحساب يعني محتبرة في الحساب واحد اثنين اذا E و R بالفرنسية اذا الـ المراد التي يجب ان تكون output كتخرج كمخرج هو E من النص ازيرتي اذا طبعا هنا لهذا اضفنا distance زائد اوفسات distance زائد اوفسات الاند طبعا لما يكون E اكبر من اوفسات حتى الاقل حتى يكون الى ان يكون الى 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 E اقل تماما من distance زائد اوفسات ما الذي سيجري اذا تحقر هذا الشرط اذا كان E هنا لاحظ معي اذا كان E هنا سوف اكبر زوم E زوم in زوم in جيد جدا زوم in اذا كان E هنا لاحظ E هنا لاحظ ما الذي افعله بمؤشر الفقرة لما يكون E هنا اذا ما الذي ساقوم باعطاء الكاركتر الذي دليله E ل call دوما في كل دورة اجمع call اجمع الى اجمع الحروف التي دلائلها الاحرف التي دلائلها من E اكبر من E يسوي offset حتى E اقل تماما من distance زائد offset هكذا هكذا اذا و كيف اعرف انه اعرف الكاركتر او الحرف التابع ل I او تابع ل E هو باستعمال باستعمال property شارز شارز كارز يعني كارز كاركتر الحروف كارز وليس شارز كارز E ناقص واحد لانه كارز هي عبارة عن اندكس يجب ان تنقص واحد لانه E يبدأ من الاندكس واحد يجب ان ننقص هنا واحد لانه كارز هي عبارة عن جدول عبارة عن عن array عبارة عن طبلوب بالفرنسية يبدأ الاندكس تعو من سفل وأعطيها لcall وأرجع call إذن هذا بالنسبة بالنسبة لماي ميد الأولى مباشرة إلى التنفيذ F5 إذن دليل الانطلاق مثلا خمسة وطول النص المراد استخراجه مثلا مثلا تسعة نضغط على أولا سوف نستعمل ميد الموجودة في .NET framework إذن تبدأ من T وتقف عند H عند H هذا سوف نمسح هذا ونتحقق باستعمال الدلة التي صنعناها إذن نفس النتيجة تخرج نفس النتيجة ولاحظ أن النص يبقى نفسه لما أضغط كلا الزرين يبقى نفسه إذن مثلا أغير تظهر النتيجة هذه بالنسبة للطريقة الطريقة الأولى نذهب إلى الطريقة الثانية الطريقة الثانية الطريقة الثانية وهي باستعبال المارشالينج المارشالينج ما هو المارشالينج في الـ .NET المارشالينج هو الولوج الولوج إلى الـ .NET الـ .NET انطلاقا من الـ .NET مثلا ما هي اللغات الـ .NET مثلا F-Sharp C-Sharp F-Sharp C-Sharp VB .NET هذا Visual Basic .NET C++ .NET والـ .NET اللي هو الآن ما نجد كود هو C و C++ native C و C++ native إذن أستطيع أنه ولكن يعني في هذا المارشالينج ما الذي سوف يعني أقوم به سوف أستعمل الـ .NET استعمل الـ .NET في الميموري إذن عندي class في الـ .NET framework اسمها مارشال موجودة في system .Runtime .Enterop Services L'Enteroperability Service L'Enteroperability Services of L'Enteroperability خدمت ما بين العمليات الموجودة في system .Runtime إذن لهذا أستطيع الولوج مباشرة إلى class Martial إذن class Martial تحتوي على shared member عضو مشترك اسمه string to H global unicode هكذا إذن إذن سيحول لي string إلى pointer pointer valid ها هو integer pointer integer pointer ant ptr valid pointer إذن اسمه ptr ثم ماذا سأحول هذا ptr إلى جدول من 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 جدول من الأرقام short من نوع short short يعني بعد 20 20 20 30 20 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 21 20 هكذا ان اضع بايت اذا الانس الدلة انسي تأخذ واحد بايت اما الدلة يوني كود يعني يوني كود يوني كود فهي يعني مقدار الحرف الواحد منها يأخذ من الميموري من الذاكرة 2 بايت و 2 بايت هي عبارة عن لازم تكون short هكذا اذا طبعا هنا هنا طول 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 short array short array هو نفسه طول العبارة الموجودة في النص المراد الاستخراج منه نفسها بما انه الاندكس في visual basic.net يبدأ من الصفر يجب ان انقص من طول النص التابع لتكستبوكس 6 واحد لانه يبدأ الاندكس يبدأ من الصفر اذا ثم ماذا ثم باستعمال شارد شارد ممبر الدالة المشتركة الفونكسيو بارتاجيوة الممبر بارتاجيوة اسمها copy التي تنسخ لي ما يوجد داخل PTR في بي اس انطلاقا من الاندكس سفر حتى طول بي اس اذا كل كل المعلومات الموجودة في PTR تنسخ في بي اس اذا سيصبح لي بي اس جدول او طبلو بالفرنسية valid صالح اذا لم تنجح هذه الدالة سيبقى باس فارغ كله اسفر كل دلائله عبارة عن اسفر اذا بعد ذلك سوف اقتل سوف امحي سوف انهي PTR وذلك باسناد اليه القيمة صفر اذا ثم ماذا ثم اعرف متغير مؤقت collector لديه القيمة صفر القيمة النص المعدومة string.empty اذا واعمل scanning من صفر حتى الاخر اندكس لهذا البي اس اذا بكل خطوة امشي بخطوة خطوة بخطوة index index اذا اذا كان الاندكس j اكبر من قيمة القيمة النصية لتكسبوكس 3 ما هو تكسبوكس 3 هو دليل الانطلاق اما تكسبوكس 5 هو طول النص المراد اللي استخراجه اذا كان جاي او جاي الدليل جاي في هذا البوكل في هذا البوكل سويفون پور سويفون اللوب فور نكس اذا كان جاي اكبر من او يسوي دليل الانطلاق وفي نفس الوقت اقل من او يسوي دليل الانطلاق زائد طول النص المراد اللي استخراجه سوف اه سوف اعطي هذه الاحرف لكل وذلك باستخدام الدلة الموجودة الدلة الموجودة في microsoft.visualbasic.chw ch يعني character w يعني wide wide character لانه هنا استعملت استعملت unicode استعملت الدلة unicode واعطي لها bs لj الاحرف الموافقة للدليل j الدليل j لماذا اضبط هنا زائد واحد لانه بكل بساطة بكل بساطة لانه j يبدأ من الصفر j يبدأ من الصفر j يبدأ من الصفر j يبدأ من الصفر اذا يجب ان اضيف الواحد و اضع في تيكس بوكس اربعة قيمة core مباشرة الى التنفيذ f5 ف5 اذا مثلا دليل الانطلاقة هو 2 و طول النص المراد استخراجه هو مثلا مثلا ثلاثة اذا 2 يبدأ من زاد و يمسح بثلاثة اذا عندي ثلاثة احراف هي زار زار اذا سوف استخدم اوجد باستعمال mid الميد التابعة لدوت نت الفريمورك اذا نفسها زار و سوف استخدم اه ميميد اذا ميميد نفسها يخرج يخرج كلاهما متطبيقاتها اه هذا فيما يخص لغات visual baser.net نذهب الى لغات اه cc++ اذا التمرين الثاني التمرين الثاني اذا الفنكشن ميميد اذا الانيشال او الانيشال او الانيشال او الانيشال او الانيشال سترينغ النص الانتدائي اذا والاوثيات والدستنس عبارة عن انتجر لاحظ هنا انا قد عرفت انه انت كبيرة هي البروتوتيب انت انتجر واللونغ كبيرة هي لونغ اذا هذه لونغ اه 64 bit وهذه انت هي 32 bit اه اذا بما انه لدي عبارة العبارة المراد اه طول العبارة المراد استخراجها وهي قيمة الواسط distance اذا ها ااذن اه او خزن في الذاكرة الحية في الذاكرة الحية اه قيمة اه او خزن ب يعني في ذاكرة اه باس Benedem coins يعني طول الظاكرة هو نفسه طول distance ولكن بعد تحويلها الى pointer of character car نجمع اسمه call 3 عندي counter العداد c من نوع integer قيمته الابتدائية 0 ثم ماذا؟ ثم اعمل scanning باستعمال loop 4 التي تمسح لي source string من الدليل 0 حتى source string-1 حتى طول source string-1 باستخدام الدليل لانه بدايت هنا من الصفر اضع هنا اقل تماما اذا اذا كان الاندكس e او الاندكس i او الاندكس i اكبر من او يسيب ال offset وكذلك ال end gate اذا كان e او i اقل من offset زي distance يتم تجميع كل هذه الحروف التي دلائلها محصورة في هذا المجال في call 3 call 3 وفي كل مرة نضيف واحد ل وكذلك يتم تجديد الدليل يعني في call 3 يعني اعطي new terminated يعني new terminated new terminated to call 3 انهي call 3 وذلك بيجعل call 3 call 3 يسوي هذا الكاركتر ثم ارجع call 3 مباشرة هنا الى التنفيذ اذا عندي عندي هنا سوف استخدم الجملة المذكورة في التمرين الانفورماتيك الى السيونس دو تريتمو أوتوماتيك دو الانفورماتيون الاعلام الآلي هو العلم الذي يعالج هو علم هو علم المعالجة الآلية للمعلومة اذا هنا نفسها نفسها هنا واخترت الوفسيت التابع الوفسيت والدستنس المثال الثاني 55 11 على الترتيب اذا position 55 و length 11 يبدأ من الكاركتر الذي دليله 55 ويمسح بـ 11 الى الامر من اليسار اليمين طبعا اذا 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 و رندرينج او لافيشاج باستعمال اذا مباشرة الى التنفيذ بخمسة اذا نفسها نفسها العبارة هنا نلاحظ نلاحظ انه العبارة تبدأ من ا ثم تنتهي بـ او نذهب الى التمرين اذا نلاحظ انه تطابق لدينا تطابق تطابق يبدأ من ا لاحظ ا هنا ا وتبدأ من ا وتنتهي عند ال او اي دولان فو اي دولان فو اه هذا بالنسبة للغة اه 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 في الاخير اقول لكم الى اللقاء وان شاء الله نشوفكم في اه فيديوهات اخرى اشتركوا في القناة